السيد عادل عبد المهدي بعد تكليفه إلى كل الدعم مني أني تكلمت بصراحة ربما بعد دقائق معدودة أني أرسلت إلىه وكانت جاد وأرسلت إلى شخصيا قبل ما يصل الإعلام وحصلت جواب أيضا قبل ما يطلع بالإعلام أتمنى إلى النجاح وأن كل دعم إلى أن ينجح ليس قضية شخصية هي قضية بلد ووطن عنين أن ننجح؟ ما عندنا خيار وإحنا ما ريد نضيع كل الإنجازات والتفحيات التي حصلت في العراق هذا النصر يتحقق على داعش والحمد لله توحيد البلد عندنا أزمة مالية حقيقية جاوزناها والحمد لله وعندنا كانت أيضا مشاكل في علاقات مع دول إقليمية ومع وضع العالمي هذا أيضا تم علاجه يوجد مشاكل أيضا سياسية جزء من الشاكل السياسية تبقى بس أنا أدعو إلى دعم السيد عادل عبد المهدي في تشهيل حكومته وأتمنى إلى النجاح في هذا الوقت هذا واجبي كرئيس وزراء حالي أنا ما دعنظر في جانب سياسي الآن دعنظر من تكليفي كرئيس وزراء حالي أن أدعم المكلف بتشكيل الحكومة بكل ما أملكه حتى ينجاح هذا واجبي وهذا ما يفضل به على أحد